احسن الله ليصن صاحب الفضيلة وهذا يقول كنت ببضع مرسدة للجردان في البيت وعند يدخول احد الجردان شرفته لمدة حتى ماش مع العلم انه يوجد في المرسدة فتاة خب هل علي جنب في هذا العمل وما حكم قصد الفأرة فيه او حركها وهل بولها وغائطها طاهر لا يجب تعديد الكران والجردان التي تقتل دفع لكرها لا يجب تعديدها وحبثها حتى تموت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حسب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحكم القتلة وإذا ذبحتم فأحكم زرحة ويحذها حدث حذرة والي يريح زبيحة فيقتلها بما يريحها ولا يعذبها حدثها أنتم تعلمون فترة المرأة التي حبثت في العرة حتى ماتت دخلت النار كما يقدر النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة بفرة حبثتها حتى ماتت فلا هي خطعمتها وتقتها ولا هي خرثتها تأكل من خشاة الأرض لا يجب قتل هذه الأشياء التي تقتل دفع لسرها لا يجب قتلها بالتعديد إنما تقتل بما يجهد عليها ويريحه أما خضلات الفارح هي طاهرة فتشرب منه الفارح وماء وخضلاتها طاهرة لأنها دون الهرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجد إنها من الطوافيل عليكم فما كان مثل هذا الخلق أو دونها فهو طاهر طاهر ريقه وعرقه وطللاته لأن الناس لا يسلمون من هذه الأشياء فلا بثهم في مساكنهم الفئران والفطط والمشاقة تجلبوا تجلبوا التجيشير والحمد لله